موسيقى جهز نفسك معي علشان اقولك النهاردة ازاي تعمل حركة الانتقال عن طريق الشخصيات اللي انت شفتها دي بمنتهى السهولة والاحتراف ومن خلال ادوب بريمير برو بس تابع الدرس ده لغاية النهائي اهلا بكم يا شباب معكم بيتر شكري والنهاردة جاي اتكلم معاكم على الانتقال الاحتراف اللي انتو شفتوه عن طريق الشخصيات زي ما شفنا كده في المقدمة وعايز اقول لكم على فكرة يا شباب انا يعني هشرح الدرس بتاع الشخصيات بس انت تقدر تعمل الانتقال ده عن طريق اي حاجة انت عايزها في الفيديو بتاعك سواء في كلمة مكتوبة سواء في عربية معدية سواء في شخص معدي اي حاجة تقدر تعملها بنفس الطريقة اللي انا هشرحها النهاردة انا بس بشرح على الشخصيات علشان انا حبيت ان انا اعمل بتاعي عن طريق الشخصيات فخلينا يعني هقول لكم النهاردة على اسهل طريقة تعمل بها الانتقال ده وكمان اكتر طريقة زي ما انتشفتو كده في المقدمة بس قبل ما ابتدي حابب افكركم ان كل الداتا دايما اللي انا بشتغل عليها يا شباب انا بحب دايما اسهل عليكم هتلاقوها موجودة في صندوق الوصفة او في علشان تقدروا اتطبقوا اسناء ما انا بشرح الدرس بتاعي واتطلعوا نفس النتيجة وبعد كده تقدروا اتطبقوا بالفيديوهات اللي عندكم او بالفيديوهات اللي انتو بتستخدموها وكمان حابب افكركم ان اللي لسه مشتركش في القناة انا مش عارف ليه لسه مشتركتش في القناة القناة فيها شوية فيديوهات هتعجبك جدا 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 انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة وكمان لف لفة كده على الفيديوهات وقول لي ايه اكتر محتوى عجبك والا انا المفروض اكمل فيه الفترة اللي جاية فخلينا بدون ما نتكلم كتير كده يا شباب كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هدخل على ادوب برمير زي ما احنا شايفين بالمنظر ده وهاجي اجيب كده كل الداتا اللي انا سايبها لكم فيه صندوق الوصف بنفس الطريقة كده وابتدي انزل الفيديو اللي انا عايز يعني احطه في البداية وليكن مسلا الفيديو ده كده وابتدي ان انا امشي مسلا عايز اقطعه في المنطقة دي فهروح اقطع هنا مش لازم اجيب كل الفيديو انا هقطع في الحتة دي واعمل الترانزيشن بتاعي تمام لو لاحزنا هنا هنلاقي انه فيه شريط اسود من فوقه من تحت كده اللي هو الاسكوب ده اقدر ان انا ادخل على من هنا وابتدي ان انا على الاسكيلة خليه مية علشان يلغي الشريطين اللي موجودين دول دخلت زوم شوية على الصورة بتاعتي او الفيديو بتاعي بعد كده عايز اجيب الفيديو بقى اللي انا هنقل لي بقى الفيديو التاني اللي انا هعمل عليه النقلة بتاعتي فانا هجيب الفيديو ده مسلا وهبتدي ان انا انزله هنا وهبتدي عايز بقى اخد منه فريم سابت يعني انا عايز اخد منه صورة سابت علشان اقدر اشيل منها الباجراوند واعمل النقلة اللي انتو شفتوها كده في المقدمة فهعمل ده ازاي اولا هنا ممكن اخد من اول الفيديو خالص يعني من بداية الفيديو هنا بس لو لاحزنا هنلاقي ان في موشن هنا كده معمول زي بلور هنا عند الايد فهيبقى صعب انه يعني لما اجي اشيل الباجراوند هيبقى الموضوع صعب بالنسبالي. فخليني اختار حتة يكون فيها كل حاجة واضحة زي مسلا كده هو. حتى المنطقة دي بصوا هنا الرجلين عاملة بلور برضو فخلينا نلاحظ كل حتة في الفيديو. يعني يعني اكتر منطقة ما يكونش فيها بلور. اعتقد انه الجزء ده كويس جدا 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 ان انا اقدر اشيل بتاعتي. فهاجه اقص الفيديو بتاعي لغاية المنطقة دي. تمام? طيب انا دلوقتي عايز اخرج بقى الفيديو ده كصورة. علشان اقدر اشيل الباجراوند بتاعته. فهخرجه كصورة زي من ادوب برمير. كل انا هعمله ان انا هدوس على علامة اللي موجودة من تحت دي او علامة الكاميرا. طيب في حاجة مهمة. لو انا ملقيتش علامة الكاميرا دي موجودة عندي فيه طبعا ناس مش هتلاقي العلامة دي موجودة عندها. فنجيبها منين. كل انا اعمله ان انا هدوس على علامة البلاس الموجودة هنا. وهاجع على علامة الكاميرا اللي موجودة وهبتدأ اسحبها وحطها تحت بالشكل ده. وادوس اوكي. بعد كده بعد ما ظهرت عندي علامة الكاميرا او اللي ظهر عندي دلوقتي. كل انا اعمله ان انا هدوس عليها كده بالمنظر ده وخلينا اكتب مسلا رقم واحد. وخلينا نختار من هنا كده بي ان جي. الفورمات بتاع الصورة بتاعي يكون بي ان جي. وخلينا نحطه مسلا ايا كان بقى عايز تحطه فين على في اي برتشان عندك زي ما انت عايز. هدوس اوكي. بعد كده هطلع برة كده هلاقي ان الصورة اللي انا حفزتها دي موجودة برة على بالشكل ده بالهاي كوليتي اللي احنا عملنا. هبتدي افتح الادوبي فوتوشوب. طبعا وعايز اقول لكم يا شباب انه في مواقع كتير اصلا تقدر تحط عليها الصورة تشلك الواحدة على طول بدون فوتوشوب بدون اي حاجة. بس انا بحب استخدم حاجة تكون الناس كلها عارفاها علشان الناس ما تحترش يعني واحد يقول لك انا مش فاتح معي الموقع النت عندي في مشكلة مش عارف ايه فانا بحب استخدم الحاجة اللي المتحة مع كل الناس يعني. فخلينا بعد ما حطيت الصورة على الفوتوشوب بالمنزر ده هنزل تحت كده واقول له سليكت سبجكت علشان يعمل لي سليكت على السبجكت او على الولد ده. وهبتدي ان انا ادخل زوم لو في مناطق محتاجة تصبيت يعني المنطقة دي مسلا محتاجة تصبيت شوية فهبتدي اختار من هنا كده العلامة بتاعة الكويك سليكشن. وهبتدي ان انا اعمل على الجزء ده كده علشان ياخده معي. تمام? وعلى فكرة لو في حتة زيادة ما فيش اي مشكلة مش هتبان اصلا لانه انا بعمل نقلة سريعة فمش هيبان معي الكلام ده. بعد كده صغرت بالشكل ده. انا دلوقتي عايز اعمل حركة عكسية للسليكشن. يعني دلوقتي عامل على الراجل. لا انا عايز اعمل بقى على عشان انا عايز اشيل نفسها. فلو انا ماك هدوس على شفت اي ولو انا ويندوز هدوس على كنترول وشفت اي بالشكل ده. وابتدي ان انا ادوس كده مسح بتاعتي. هنا بس في حتة زيادة ممكن ان انا اعمل عليها بالشكل ده كده. وابتدي ان انا ادوس طبعا اعمل يعني الغي الخلفية باي برنامج عندك باي موقع عندك زي ما انت عايز انا بس حبيت استخدم الفوتوشوب زي ما قلت لكم. بعد كده هبتدي ان انا اعمل كده لصورة بتاعتي فهلاحز ان هي اتسيفت بالشكل ده. لو لاحزنا هنلاقي فيه شوية حاجات زيادة طبعا ممكن احنا نزبطها بس علشان وقت الدرس. انا بس هوري لك الفكرة وانت بعد كده عايش حياتك زي ما انت عايز. حلو جدا. هدخل بعد كده على ادوب بريمير برو. هبتدي ان انا اجيب الصورة اللي انا زبطتها على ان انا خليتها شفافة. وهبتدي احطها كده في المنطقة دي. تمام? وهبتدي ادوس كليك يمين عليها بالشكل ده وهدخل على وهخلي بتاعها خمستاشر فريم. انا بالنسبة لها يخليها خمستاشر فريم طبعا تقدر تعمل زي ما انت عايز. فانا هاجي اعمل كده خمستاشر فريم وهدوس على اوكي. وهبتدي يعني الزق الاتنين فيديو مع بعض. اكبر المنطقة دي كده شوية. خلاص? هخلي الصورة دي على اخر الفيديو الاولاني وبداية الفيديو التاني. بصوا كده. اهو. هخليها هنا في المنطقة دي. بصوا لو جيت اعملت كده هتلاقا هو ابتدت هنا. طيب حلو جدا. وهاجي على الصورة دي كده. وهبتدي ادخل على على اخيرها بالشكل ده في المنطقة الاخيرة هنا. وهبتدي ان انا حط هعمل عند وهاجي القدام كده شوية. افلع لغاية اول الصورة كده. وهخلي الصورة دي تكون فين? بقى تكون بره بالشكل ده. تكون بره. فلما يجي اعمل بلاي بصوا كده الصورة هتدخل من برة لغاية ما تدخل على المنطقة بتاعتها وتبتدي تشتغل بصوا اهي يبقى ده اللي انا وصلت له دلوقتي اهو الصورة دخلت من برة وابتدت تيجي عند المنطقة دي وتشتغل طب هل بس كده اللي انا عملت ولا انا عملت حاجات علشان تبين بقى الانتقال بشكل احترافي عملت ايه بقى خليني اطلع الصورة دي فوق شوية كده هو تمام الصورة جاية هنا كده وتبتدي تشتغل بس انا مش عايز تشتغل على طول كده انا عايز بقى اعمل حركات فيها فهاجي اعمل ايه هاجي هنا كده على البروجيكت وهدوس كليك يمين واقول له نيو ايتم واقول له كده ايه طبقة الشفافة اللي احنا متعودين عليها دايما هو هبتدي انزلها تحت كده وخليني اخلي بتاعها ست ثواني وليه ست ثواني مش خمسة علشان يبقى اه فيه تلاتة فريم على اه تلاتة فريم على اليمين وتلاتة فريم على الشمال يبقى انا بخليها في النص بالزبط فهمين الفكرة? انا عملتها ستة علشان يبقى فيه تلاتة فريم هنا وتلاتة فريم هنا وهي تبقى في النص بالشكل ده. طيب وبعدين ليه انا عملت كده? هقول لك دلوقتي. علشان هاجي هنا كده على من هنا كده وهاجي اعمل ايه معلم بقى? هاجي اختار من هنا وهاجي اختار وحط اللي هو اه هعمل بي اضاءة كأنه فيه فلاش كده ضرب مع الراجل ده وهو بيتحط على طيب نعمله ازاي? هدخل على وهاجي على بداية هنا كده وهبتدي احط عند هنا كده عند هبتدي احط وهاجي في النص بالزبط وخليني احط في النص علشان ابقى عارف انه ده النص بالزبط خليني احط على ده كده او كده وهبتدي انه اخلي في فلاش كده يعمل كده ماشي? بعد كده هروح هنا كده وخليني ارجع الرقم زي ما كان تاني اللي هو متين خمسة وخمسين يبقى بصوا كده لما الراجل بيجي يلزق في فيه فلاش بيدرب بصه كده اهو شايفين? الله طبعا طلع الموضوع خطير جدا بس كده لا ده انا ممكن اعمل هزة كمان وكأن الراجل ده وهو رايح كده الموضوع تهز يعني كأنه هو بيركب على كده فيه هزة حصلت في في الفيديو بتاعي اعمله ازاي? برضو بنفس الطريقة كل اللي انا اعمله ان انا هجيب احطها فوق دي على فكرة نفس لو انا يعني دخلت عليها هلاقي ان ما فيش اي حاجة فيها ان انا جبت نفس ولكن مش محطوط عليها عادي جدا فهاجي برضو اقصها عند الجزء ده كده هو هقصها بالمنظر ده وهاجي بقى هنا علشان اعمل الهزة اللي انا عايزها دي هعمل ايه? هاجي على من هنا كده وهدور على وعلى فكرة كنت اعملت قبل كده عن طريق اهتزاز الكاميرا هتلاقوه دلوقتي يعني هسيبه دلوقتي في الاي اللي موجودة فوق علشان ترجعوا ترجعوه بنفس بتاع لان احنا بنستخدمه كتير جدا فارجعوا شوفوا الدرس دوت هيعجبكم جدا خلاص فهدور على وهبتدي ان انا حطه على اللي من فوق بالشكل ده عشان اعمل الهزة اللي انتو شفتوها وهبتدي ادخل على وهبتدي ان انا اعمل ايه بقى? هعمل سليكتا على البوزيشن بس هنيجي في النص كده هنا في الحتة دي كده واعمل سليكتا على البوزيشن وعلى خلاص يا شباب وهبتدي ارجع ورا وهبتدي احط برضو ايه? كيفريم هنا وكيفريم هنا يبقى هنا في البداية ما فيش اي حاجة خلاص همشي كده هتلاقي ان هو عمل زوم كده بالشكل ده وعمل كده هو خلاص وعمل كده هو حلو جدا وبعد كده هيروح نائل هنا كده طبعا انا بعمل حركة عشوائية عادية جدا ما فياش ايه مشكلة انا بعمل بس ايه اهتزاز عادي جدا 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 هيروح الناحية دي يعني انا بحاول يعني العب كده اعمل الهزة بتاعتنا وبعد كده طبعا في عند اخر هيرجع على اصل تاني هيرجع لوضع الطبيعي تاني فانا هاخد الاولاني ده حطه تاني في الاخر علشان يكون رجع لوضع الطبيعي هاجي بس قبل ما يرجع لوضع الطبيعي في المنطقة دي كده هيكون عمل اهتزاز جامد الشكل ده وعلى فكرة لو ما عجبناش نقدر ان احنا نغيره عادي جدا بصوا كده انا بجرب معاكم يعني مش مش حافز حاجة فاهمين الفكرة بصوا كده لما يجي هنا كده شايفين الهزة اللي حصلت يبقى لما جي الراجل ده كده اتحط على فيه هزة حصلت شايفين اهو فطبعا الموضوع طالع خطير جدا 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 طبعا يا معلم تقدر بقى تحط زي ما انت عايز تقدر تحط زي ما انت عايز جربوا كده الدرس ده وتقولولي ايه اخباره ويعني شوفوا النتيجة هتطلع ازاي هتطلع نتيجة مبارسة زي ما انتشفتوا كده في المقدمة يا شباب بتمنى ان الدرس ده يكون عجبكم لو عجبكم يا ريت ندوس لايك على الفيديو وانشاير الفيديو فوسائل التواصل الاجتماعي علشان الكل يستفيد وكمان بفكركم ان اللي لسه مشتركش في القناة يا ريت ينزل دلوقتي ويشترك في القناة ويفعل زرار الجرس عشان يوصلكم كل الفيديو الجديدة شكرا لكم وشوفكم في درس جديد من دروس ادوب بريمير برو